ورجعنا أن توصل معكم بساعة الثالثة والأخيرة ومسك الختام مثل ما عودناكم دائما اللقاءات الجميلة والإنجازات الحلوة اللي حققونها شبابنا هنا في دولة الكويت وقيمة البطولة العربية الثالثة للتصوير تحت الماء في جمهورية مصر العربية وكانت لدولة الكويت مشاركة مع مجموعة من الدول العربية وكان لها الفوز ثلاث مراكز مختلفة مما أهل منتخب الكويت للتصنيف العالم للبطولة مثل ما يقولون والله نتخر فعلا هاشم يعني بإنجازات الشباب الكويتي واليوم نفخر أيضا باستضافة من برد علم الكويت دوليا مهدي علي بن حيدر ممثل الاتحاد الدولي للبطولة ومدير لعبة التصوير تحت الماء في النادي الكويتي للغوص والإنقاذ ونقول لك صباح الخير صباح الخير صباح كميرونا بالخير وأنا جدا سعيد أكون موجود هنا وياكم وأنقل الصورة اللي صارت في البطولة حقه وشاهدين نعم ونحن أسعد إن شاء الله وأيضا نرحب في الأستاذ علي الحمد الحائس على المدالية البروزية في البطولة ولاعب منتخب الكويت التصوير تحت الماء ونصبح عليك بالخير صباح كميرونا بالخير ونبارك لك هذا الفوز وهذا الإنجاز شكرا صباح كميرونا بالخير ومشكورين على استضافة الحلوهابي ونتمنى أن نكون خفاف عليكم إن شاء الله بإذن الله اليوم نبارك لكم الميداليات والفوز بالبداية وقبل الخوف في البطولة حابين نأخذ فكرة موجزة نوضح فيها عن هذه الرياضة ونعرفها نبتدي معك أخي علي أو مع مهدي خلني أشراح بحكم مدير لعبة التصوير يمكن هي هي لعبة مو معروفة بالكويت نحن دائما متعودين أن التصوير هواية ودز الصور تشارك بمسابقات اليوم صارت تحت اللجنة الأولمبية الدولية طبعا هي مو اليوم أول بطولة عالم أقيمت في 85 لكن احنا اتحادنا أشهر في 2019 فيبنى البطولة ويبنى الرياضة هذه حق الاتحاد هي بالضبط يعني المصور يأخذ كاميرته وينزل في الدولة اللي مساوية المسابقة صحيح ما يصير تشارك من مثلا تصور بالكويت وتدزل الصور لازم تروح الدولة نفسها المستضيفة وتنزل وطبعا فيه أكثر من فئة فيها قوانين متعددة فيها حكام هي حالها حال أي رياضة ثانية نعم وطبعا نفس ما قلت معترفة في اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد نفس الاتحاد الدولي للقوص اللي هو سيماس معترف في اللجنة الدولية الأولمبية نعم أكيد رياضة جميلة وممتعة تحتاج نفس يعني وتحتاج مهارات كثيرة تطلبها من أيضا الشخص المشارك فودي أتكلم عن هذا الأمر يعني اليوم المهارات اللي تكون لازم متواجدة عند الشخص تدريبات وغيرها من هذه الأمور كيف تساعد الشخص أنه يشتاز كثير من العقبات اللي ممكن حتى يواجهها طبعا يفضل المشارك بالبطولات هذه تكون عندها لياقة ويكون عندها خبرة بالغوص هذا واحد ويكون عندها خبرة بالتصوير بر الماء قبل تحت الماء لأن تحت الماء التصوير وايد في أمور تعيق التصوير أو أن تطلع صورة جميلة هو صعب تحت الماء يعني سيء في الأمور نحتاج إضاءة على طول لأن في ألوان تختفي تحت الماء طبعا نسبة الوضوح تحت الماء هي متأثرة على التصوير فإن الإضاءة تساعدك أمور كثيرة والشيء الصعب بالبطولة أنت عندك قوانين مثلا عندك وقت معين للغوصة عندك عمق معين عندك الصورة اللي تطلع من تحت الماء هي اللي تشارك فيها من غير أي تعديل فأي صورة نشارك فيها طلعناها من تحت الماء وخذوها اللجنة هي اللي صار تحكيم عليها يعني ما يصير تعدل عليها تعدل الألوان هذه واحدة من القوانين أنه يمكن الناس دائما عبالهم أنه يعدل بالفوتوشوب الشرط الأساسي في بطولة التصوير ولعبة التصوير أن الصورة اللي تأخذها تحت الماء تطلع دايركت إلى الحكم فالحكم يأخذ منك الممريكات مال الكاميرا دايركت يسحب الصور الموجودة ويخليهم عندها في الكمبيوتر ويقيمك على أساس هالصور طبعا أنت لك صورة واحدة في كل محور اللاعب بعدها يشايك أي صورة وده يشارك يعطي الرقم حق الحكم يقول له أنا بالرقم الفلاني في الفئة الفلانية ما يعطي صورة لأن الصورة ما رح تتعدل لأن الصور يكونون عند الحكم هذا يمكن أصعب شيء اللي يواجه المصور لأنه يقول له أنا يمكن أنزل بمكان ما يحالفني الحظ أني أصور صورة حلوة صحيح وما رح أقدر أنزل وقت ثاني زي لازم يكون عارف المكان هذا هو طبعا أي نحن دائما في بطولة العالم اللي شاركنا في البرتغال والحمد لله حصلنا على المركز الرابع بطولة العالم من أصل 25 دولة كانت مشاركة وهذه كانت المشاركة الأولى لنا أخذنا معسكر بس كان للأسف أن المعسكر مدتها كثيرة ونحن في هذه اللعبة لازم ناخذ حاصلنا في المعسكرات ليش؟ لأن البيئة تختلف ليس نفس البحر عندنا في الكويت طبعا غير ليس نفس الرؤية أي البرودة تختلف يعني هنا تنزل يمكن حتى لو تلبس شورت و تي شيرت أمورك طيبة هناك لا لازم يا مثلا حسب الدولة يعني دراي سوت أوت سوت 5-7 ملي فأنت مو متعود أي أنت مو متعود على الضيجة اللي بالبدلة نفسها هذا تعيق يعني الحركة بعد تعيق الحركة غير أنه وراك عدة الغوص غير أنه وراك الكاميرا طبعا أثناء المعسكر أنت تعود على المكان تشوف شنو الكائنات الحية اللي موجودة شنو البيئة اللي تبتصورها الألوان شنو عشان تقدر تعوض لأن أثناء البطولة من تبتدي خلاص نفس ما قال الأخوي علي أنت عندك عمق معين هذا مكتوب بالغانون إذا طفت أنت بره البطولة في الغوصة هذه ووقت صح؟ ووقت الوقت طبعا أنت من يصفر الحكم عندك 90 دقيقة تبي تنزل أول عشر دقائق تبي تنزل من أول ما يصفر الحكم لكن إذا طلعت بعد 90 دقيقة أنت خارج البطولة أنت خارج نطاق البطولة طبعا بنغوصة نفسها فهو يأخذ ويحط دي كيو علامة اللاعب فيها الغوصة يطلع دي كيو هذا تقريبا باختصار القانون الموجود فيها صعوبة نعم فيها صعوبة أنت لأن تنزل مكان ما تدري يمكن تحوسك التيارات المائية تأخذك مكان بعيد عن المكان اللي لازم تطلع فيه يمكن تفقد زميل الغوصة مفاجآت ممكن تصير يعني ممكن كل شيء جاي عملية البحث اللي خلنا نقول تسبق الغوصة كونك تبيت عرف مثلا الحياء المائية البيئة البحرية اللي موجودة هناك يعني تاخذ وقت طويل حلنا نقول مو شيء سهر أخي عشم أنت نفس ما قال علي احنا لما ننزل أثناء المعسكر أنا أركز شنو أبي أصور صحيح فخلاص أثناء البطولة أنا عارف أنه والله في مكان معين أبي أنزله أبي أخذ لقطة معينة وأطلع عشان لا أضيع علي شيء سنع إذا والله خذت اللغطة وتمكنت منها وهذه اللغطة اللي أنا أحاطها ومر علي شيء يحتاج أني أصوره والله شيء ممكن يفوزني ماكو مشكلة أصور لكن ما أخرب غوستي أو أخرب الفكرة اللي أنا أحاطها هذه تصير الخطة اللي قبل البطولة كل لعبة لها خطة طبعا هذا تصير الخطة أكيد أنا أسأل أخوي علي كم دولة كانت مشاركة بالبطولة كم مجمل أعداد اللاعبين شلون كانت الأجواء التصفيات هذه الأجواء الحماسية ترى نحبها لما يوصل أحد كويتي نزيل إلى الفاينل والنهائيات وهذا يشعرنا بشعور يعني مش طبيعي فأنا بنسولف عن أجواء التصفيات وغيرها من هالأمور طبعا عدد الدول مشاركة ستة لكويت لبنان مصر الأردن ليبيا الإمارات الإمارات هذه أول مشاركة لهم ومشكورين أنهم مشاركة معانا بالبطولة هذه أجواء أن أول شيء الواحد يأخذ خبرة البطولات هذه يأخذ خبرة حق البطولات العالمية هذا واحد ثاني شيء الظروف التي سنحن فيها حق البطولة سنحن حد حده يعني وصلنا اليوم يوم الثاني بلشت البطولة فما عندنا كان وقت أن نقول معسكر قبلها نشوف المكان يعني المفاجأة كانت نازية على العمان مكان يديد يعني أي على العمان الجو بارد طبعا طبعا الهوى بارد فيعني كانت شوي الظروف صعبة والحمد لله الله وفقنا أنا واخوي حسين القلاف واخوي زيد أن نحن نيب ثلاث مراكز للبطولة نعم بوقف عند هذه النقطة حضرتك ذكرت بأن المكان أول مرة تروحون له والأجواء وغيرها من هذه الأمور يعني كلها مفاجآت الشون الواحد يتغلب على هذه التحديات يعني فيه رياضة مثل هذه تحتاج كثير من الأمور ومثل ما قال يعني أن اليوم فيه معسكرات وغيرها تأهل اللعب أكثر أو تساعد أنه يتغلب على هذه العقبات شون مع المفاجأة هذه قد تكسر طبعا فيه شغلة أنا سألت الناس اللي عايشين بالغرداء نفسهم يعني عندي كذا صديق هناك فقلت له شلون الموسم هذا الوقت هذا بالبطولة قال هذا أسوأ وقت تقوص فيه بالغرداء يعني أكبر تحدي هذا يعني نزلنا تحت ما فيه تنوع أحيائي العادة البحر الأحمر معروف بتنوع الأحيائي طبعا صح نزلنا تحت ما فيه تنوع أحيائي يعني فيه شغلات بسيطة لأن المفروض ما نصورها حق البطولة سوف نشارك فيها هاما مموجودة فكان تحدي يعني نازل نصور وإحنا مجموعة تقريبا المشاركين ما أدري أخوي مهدي خمسة عشر أو عشرين هو خمسة عشر مصور مع خمسة عشر مساعد فالكامل يعني لا كالبطولة كلها المشاركين من 30 إلى 35 شخص فكان لما ننزل تحت يعني فيه أمور بسيطة ممكن تشوفها ما تلاقيها مثلا مثلا سميشة الكلاون فيش الكلاون فيش العادة نمر عليها ما نصورها من كثرها يعني خلاص ما لقناها بعض أنواع مثلا اللخم مثلا اللي عادة دائما نشوفها هاما مموجودة وسبت حالة الطقس يعني الأجواء يعني أترت على تنويه بس سبحان الله بس الفترة اللي إحنا رحنا فيها يعني حتى عندنا صديق تم من ليبيا تم بعدها قال الجو تعدل الرؤية تعدلت سبحان الله بعدها يعني مجمو بالضبط يعني أول شي احنا طبعا دائما لما نبنعسكر مثلا حتى لو نسافر كسياحة ونبنغوس دائما نروح البحر الأحمر من الكثير ما هو يعني الموقع الممتاز حق الغواصي صحيح أي غواصي يمكن تسأل يقول لك وين يقول لك البحر الأحمر يوم نزلنا أول شي ما كان في حياة كتنوع يعني البيئة البحرية والقائنات الضيخة يعني البحر الأحمر معروف بالألوان تنوع الأسماك الأحجام تختلف يعني يعني في الكويت هنا ما نشوف مثلا حتى لو نتكلم عن اليراير ما راح نشوف نحن تبدع بالتصوير حتى من البخام من يراير من سمج اللي موجود الألوان نفسها المرجان مختلف هنا ما نشوف هالشغرات فأروح البحر الأحمر في الوقت اللي راح نالله يعني أنا نزلت معي الشباب قاعد أشيك على اللاعبين الموجودين للأسف نادر ما تشوف شي تصوره والألوان كانت يعني التيارات قاعد تخرر رمادية يعني ممكن نقول البحر مخضر العادة نتعودين نحن على البحر الأحمر أزرق صحيح لكن الفترة اللي راح نال لها كان يعني الوضع جدا يعني صعب أنك تصور بس الحمد لله يعني النتائج تشوف الصور المصورين اللي موجودين كل صورة أحلى من الثانية واطلعوا بنتائج على الصعوبة اللي موجودة اطلعوا احنا طبعا نفس ما قال أخي علي احنا هذه نقدر نقول العالم احنا عندنا بطولة العالم للأسف أننا شهر عشر الإطاف ما قدرنا نشارك فيها لعدة ظروف وإن شاء الله لاحقين على القادم قادمة متى راح تكون شهر عشر إن شاء الله طبعا تم إبلاغنا أنها راح تكون في ألفانيا أول مرة نروح لها أول مرة أنا ما عمري راح تلبانيا وما غسط في ألبانيا وعيد ناس يسألوني ألبانيا فيها بحر قلت له الله أنا على الخريط طيب جوجل فيها فيها بحر فقعن زهب حق بطولة العالم بطولة العالم يكون فيها مصورين يعني من قنوات عالمية تشارك يعني مصورين ديكومنتري وبطولة العالم مو بس فوتو فوتو فيديو غير الفوتو طبعا قلنا الفوتو ما فيه تعديل الفيديو فيه تصوير وإخراج أنت لازم تصور وأنت لازم تخرج نفس الوقت نفس الوقت بالبطولة بنفس المكان زائد أنت لك 20% أو 30% تصور فوق الماء هم عشان تكملوا الديكومنتري فهذه كلها لازم تحتاج أن تكون أنت قبلها بفترة تعرف المدينة شنو اللي يودك تسوي طبعا أنت لازم ترسم خطة سيناريو يمكن المخرج يعرف هالموجود راح تروحون طبعا بذن الله نحن إن شاء الله نبروح قبلها بفترة كمعسكر يعني أقل شيء أسبوع نحتاج كمعسكر نشوف البحر نشوف البيئة اللي موجودة نشوف المدينة حق مصورين الفيديو وبعدها تبتدي البطولة البطولة تقريبا هم 5-6 أيام يعني نقول إن شاء الله سبوعين نكون موجودين هناك ونقدر نطلع بنتائج نفس ما قلت لك قبل بطولة العالم اللي شاركنا فيها أول مرة أخذنا المركز الرابع في أول مشاركة لنا إنجاز هذا بالفوتو وكذلك بالفيديو طبعا أحييهم الكابتن راشد المرشود وكابتن عبدالله مشوح لعطيهم العام وعبدالله مشوح أخذ بالفيديو المركز الرابع نعم حطينا اسم إن الكويت يايين أول مايين نحن طبعا ناس مو عارفين منه الكويت هل شاركوا من قبل وكانت هذه أول مسابقة لنا أول بطولة اليوم يحسبون ألف حساب لنا ها بتيون ولا منتوا يايين لا لا هذا أهم شيء قام يدزلنا دعوات حتى إذا كان عندهم بطولات محلية ومفتوحة كابتن مهدي تبتيننا الشباب اللي كانوا وياك في البرتغال يبيون حتى بطولة البطولة العربية اللي صارت في الأردن السنة اللي طافت حصلنا على ثلاث ميداليات اليوم نسوين بطولة مفتوحة ما ودكم تشاركون ما ودكم تيون الناس قام تحسب حساب حق دولة الكويت منتخب الكويت للتصوير تحت الماء وهذا شرف طبعا أنا أفتخر بربعي وخواني اللاعبين اللي وصلوا اسم النادي أو اسم الاتحاد والمنتخب أثبت نفسه يعني هو بجدارة طيب نحن ودنا يعني اليوم أيضا نتكلم عن الميداليات منذ أننا ما شاء الله متواجهين معانا ونشجع بقية يعني اللاعبين في أي لعبة كانت رياضية أنه فعلا يتغلب على كثير من التحديات ومن شاء الله عليكم أثبته نفسكم من 2019 يعني إلى غاية اليوم هذا إنجاز جدا كبير يحتسب يعني خنقولي دولة الكويت وبجود أيضا الشباب فنتكلم عن الميداليات أكثر شوي طبعا البطولة كان فيها ثلاث محاور نعم محور الوايد أنجل ومحور الإبداع ومحور اللي هو المايكرو احنا شاركنا طبعا أخوي حسين القلاف حصل على المركز الثالث في محور الإبداع وانا حصلت على المركز الثالث في محور الوايد أنجل واخوي زيد الناصر حصل على نفس المحور اللي هو الوايد أنجل على المركز الثاني فكان يعني الحمد لله فرصة حلوة إن احنا شاركنا بالبطولة ويبنى النجاز هذا يعني يعني اللي يقول مثلا الكويتي ما يقدر لا بالعكس و يقدر و يقدر يشارك و يقدر ينجز و يقدر يب المراكز الأولى إن شاء الله فإحنا دائماً طموحنا أكبر من كل ما طموحنا يكون أكبر طموحنا إن شاء الله بطولة العالم إن شاء الله لا سخف للطموح بما أنك أنت ذكرت الطموح شنو الخطوة القادمة أخي علي طموحكم القادم طبعاً أتبعون توصلون أحنا أتكلم أخي علي طبعاً نحن بس عشان أضيف في هذا الشغل نحن للتحاد الكويت للغوص والنقاض والنادي لكويت للغوص والنقاض ليس فقط لعبة التصوير تحت الماء نحن لدينا تقريباً خمس لعبات لدينا سباحة زانف لدينا رماية لهداف تحت الماء لدينا الغوص الحر لدينا التصوير تحت الماء لدينا الغوص الرياضي يعني أكثر من لعبة أكثر من لعبة في الاتحاد و تشاركون فيها أنا قلت مساء 2019 طبعاً 2019 شهر 12 أشهر النادي 2020 دشرة كورونا نتكلم من 21 لليوم و نحن لدينا تقريباً 35 مدالية ذهبي ملونة عالمية و عربية أحد لاعبينكم و مخاب ظني فهد سالمين فهد سالمين توا و تبارك الله عنده استحقاقات كثيرة بعد للأمانة حصل على مدالية الفضية أتوقع في بطولة العالم للغوص الرياضي و طبعاً للأمانة أشكره أهو و كابتن أبوه طبعاً مدربة وسامة سالمين أشكرهم لأنه أطلعوا على حسابهم شاركون فيها البطولة و نحن كذلك هم طلعنا على حسابنا فيها البطولة و لا يوجد شيء مننا أن نرفع العالم لكويت و إن شاء الله القادم بإذن الله سيكون لنا الدعم فاليوم أقول لك أنه من 2021 نتكلم عندنا 36 مدالية و ليس شيء قليل و من بعد الكورونا لغاية اليوم فعلاً صح اليوم عندنا سباحين سباحة زعانف ما شاء الله عندنا الأول منصور المنصور و عندنا الفريق النسائي كذلك حصل على مداليات و عندنا الفريق الشباب هم حصل على مداليات عندنا بطولة الغوص الحر عندنا الدكتورة مي البدر حصلت على مدالية البرونزية في بطولة العالم اللي صارت في الكويت بطولة عالم بالغوص الحر هذه رح تكون يمكن أول مشاركة لنا عالمية هالسنة رح تكون في بلقراد صربية و متأملين خير يعني لعبين فيهم الخير و البركة طبعاً أوجه تحية حق كل اللعبين ما بأنسى أحد و في مداليات بسامي ناس ثانية ما أخاف أنساهم و القادم أفضل أما فيما يخص لعبتنا و رياضتنا نحن إن شاء الله متوجهين بإذن الله إذا الله أراد إلى ألبانيا في شهر عشر إن شاء الله نعم ربي وفقكم ومنها الأعلى فخورين جداً فيكم فخورين بهذا الإنجاز يعني يحتسب لدولة الكويت و للرياضة الكويتية سواء كانوا من الشباب أو حتى من النساء مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ نحن شاكرين أكيد لكم هذا الحصار في البطولات العالمية القادمة إن شاء الله كل الشكر للأستاذ مهدي علي بن حيدر ممثل الاتحاد الدولي للبطولة و مدير لعبة التصوير تحت الماء في الناد الكويتي للغوص والإنقل و كل الشكر أيضاً للأستاذ علي الحماد الحائص على المدالي البرونزية في البطولة و لاعب منتخب الكويت للتصوير تحت الماء و لاعب النادي الكويتي للغوص والإنقل شكراً لكم شكراً شكراً لكم أخواني مهدي و أخواني علي يعطيكم العافية و دائماً الشاب الكويتي بدعم أو بغير دعم إذا أراد شيء يوصل يوصل و الكويتي حدوده مو عنان السمع على قولتهم أبعد من ذلك خلونا و أننا بنروح أسماء نروح إلى رابط الكويتي لطب العيون صحيح أنا بغيت أوديك أين أطلقت الرابط الكويتي لطب العيون حملة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض غلوكاما طبعاً هو الماء الأزرق و ذلك في مجمع الأفنيوز و كاميرتنا صباح الخير لكويت كانت موجودة في هذه التفضية مع الزميل أحمد الفرحان